ارتفع سعر التيار الكهربائي في مخيمات ريف حلب الشمالي إلى مستوى قياسي فقد وصل سعر الكيلو واط الساعي إلى خمس ليرات تركية وخمس وعشرين قرش بزيادة ليرة واربعين قرش عن أسعار المدن بسبب رفض الشركة تغذية المخيمات مباشرة في مخيمات ريف حلب الشمالي حلق سعر التيار الكهربائي إلى أبعد ما يمكن تخيله خمس ليرات وخمسة وعشرون قرشا سعر الكيلو واط الساعي بزيادة ليرة واربعين قرشا عن سعره في المدن وكأنها مخيمات باريس على ما يقول الأهالي ساخرين نحن عادينا شركة الكهربائي من طبق الأغنياء نحن بيركين بخيم عادينا من طبق الأغنياء الأغنياء بعزاز بوزعوها ثلاثة وخمس وثمينين بجينا عنا نحن خمس وربع كنت أعبي ميك كيلو اليوم أعبي بالعشرة وبالعشرين كيلو ما ليأدره أكثر من هيك ما ليأدره وعلى الرغم من أنها شركة واحدة تغذي المنطقة فإن شركة تغذي المدن والقرى فقط لكون الكلفة أقل لاستخدامها الشبكة القديمة وتبيع الطاقة إلى مستثمرين ليغذي المخيمات الذين بدورهم يضيفون خمسة وثلاثين في المئة على سعر الشركة يعني هذا بيت وهذا خيم هذا المدعوم يعني عنده مصاري مليان مثلا مثل ثلاث ليرات لأنه عنده ونحن ميتين لأله ما عنا بخمس ليرات يعني الله ما بقوله الله ما بريده عم بقولك في ناس خمس ليرات ما ما تدفع ولا ولا كيلو ميتين لأله الخلق في معظم الأحيان يحرم سكان المخيمات من استخدام التيار الكهربائي من الشركة مباشرة على الرغم من قربها منهم فهذا خط للمستثمر وهذا للشركة ولكنهم أجبروا على شراء الكهرباء من المستثمر لرفض الشركة تغذية خيامهم اليوم المتعاهد عم بيعنا الكهرباء بخمس ليرات ونص يمكن ليش طيب المجلس محلي لازم هو المسؤول بهذه المخيمات يمدد كهرباء ويوزح الكهرباء بسعر عزاز ليش نحن عزاز لاتم باع بثلاث ليرات ونحن هم بخمس ليرات طيب ليش؟ في مشكلة يا أخي تعمل شركات الكهرباء كما يحلو لها في ريف حلب الشمالي والشرقي من دون حسيب أو رقيب من السلطات المحلية التي يتهمها الأهالي بالفساد والتواطؤ مع شركات الكهرباء ما جعلهم عرضة لاستغلال مريب من شركات خاصة ما بين قوسين يقول الأهالي في المخيمات إنهم يتعرضون لظلم جائر من شركات الكهرباء التي مهد لاستدادها تواطئ السلطات المحلية مطالبين السلطة الرابعة بالضغط عليهم لعلها تصلح عمل منظومة جائرة محمد نور تلفزيون سوريا مخيم يا زباغ ريف حلب الشمالي وينضم إلينا من أعزاز المرسلون محمد نور مرحبا بك محمد ما حجت الشركة في فرقات الأسعار بين المخيمات والمدن نعم أصلا سألخيكم جماعة السادة المشاهدين فعليا الشركة لا تغذي المخيمات ريف حلب الشمالي والشرقي وأخذ بالذكر هنا المخيمات الموجودة هنا بالقرب من مدينة أعزاز وبالتالي فهي تبيع الكهرباء إلى مستثمر هذا المستثمر يضيف ما قيمته قرابة 35% عن سعر الشركة ويبيعه إلى الأهالي في المخيمات طبعا المشكلة تكمن من هذه الفروقات بأن المجالسة المحلية المسؤولة هنا عن عقوداتها مع شركات الطاقة والكهرباء لم تلزم الشركة شركة الطاقة والكهرباء بأن تغذي المخيمات كما تغذي المدن في المدن يوجد شبكة شبكة كهرباء قديمة من أعمدة إلى كابلات وتغذيها شركة الطاقة والكهرباء أما المخيمات المستحدثة لم تغذيها الشركة لعدم وجود الشبكة القديمة وبالتالي سيكون هناك أيضا تكلفة على الشركة إن مدت أو قامت الإصالة تيار الكهربائي إلى المخيمات لذلك هي بحسب الشركات الخاصة بمفهوم الشركات الخاصة إن هناك تكلفة سوف تزيد على الشركة فبالتالي أبيع الكهرباء لمستثمر وبدورها المستثمر يقوم بمد خطوط الشبكة إلى المخيمات وبيعها بالسعر الذي يريده هنا في مدينة عزاز سعر الكيلواط الساعي بثلاث ليرات وخمسة وثمانين قرش أما في المخيمات التي لا تبعد سوى واحد كيلو متر عن مدينة عزاز بخمس ليرات وخمسة وعشرون قرش هناك قرابة ليرات واربعين قرش على سعر الكيلواط الساعي الزيادة وهناك خيمة هناك مفارقة عجيبة يراها الأهالي كون أهالي المخيمات شط ضعفا أكثر حاجة وبالتالي الأسعار عندهم مرتفعة أكثر من المدن ما بين دور المجالس المحلية في هذا الخرق الغير مبارا؟ هنا تكمل المشكلة الصانية المجالس المحلية مع بداية عقودها مع شركات الطاقة والكهرباء لم تلزم الشركات بأن يكون هناك تغذية للقرى المجاورة أو حتى المخيمات المجاورة لنتحدث هنا عن مدينة عزاز عندما أتى شركة الطاقة والكهرباء كان هناك العديد من المشاكل حتى هذه اللحظة أيضا بين الأهالي وبين شركة الطاقة والكهرباء ولكن في شق المخيمات لم تلزم المجالس المحلية شركات الكهرباء بتغذية هذه المخيمات يعني حتى هناك منذ عام 2017 وإلى الآن هناك بعض المخيمات لم تصلها التيار الكهربائي سوى من عامين أو بعد عام من دخول شركات الطاقة والكهرباء إلى ريف حلب الشمالي والشرقي بالتالي المجالس طراحة متهمة يتهمها الأهالي بأن هذه المجالس تتواطأ مع شركات الكهرباء لماذا يتم بيع الكيلواطع الساعي أو الكهرباء إلى مستثمرين ومن المستثمر ثم يبيعوا إلى مستثمر آخر يعني هنا هنا نقطة أخرى أيضا أصوان يعني الكهرباء عندما تصل من مدينة عزاز إلى مخيمة السلامة أو بالعكس لأن مخيمة السلامة الذي يقع على حدود سوريا التركية هو أقرب من مدينة عزاز أخطأ تيار الكهربائي أقرب إلى مخيمة السلامة من مدينة عزاز تأتي تيار الكهربائي إلى عزاز ومن ثم يرد إلى معبر أو إلى مخيمة السلامة عن طريق مستثمرين المستثمر الأول يأخذ قرابة 75% والمستثمر الآخر قرابة 55% لذلك يصل على المجموع طيب ما المسؤول عن هذه الشركات إن كان وضع بهذا الشكل؟ من هي الجهة المسؤولة عن عملها؟ صراحة يعني يقول المجال السمحلي بأنها شركات خاصة ويعني مستثمرين هم من أسسوا هذه الشركة الشركة السورية التركية للطاقة والكعرباء سواء الأكي أن نرجع حتى الستيئي العاملتين هنا في الحلم الشمالي والشرق ولكن من يفخن فهما صراحة لا ندري لأن حتى الآن هناك مع رفع السعر الجديد حتى في المدن المجالس المحلية لم توافق حتى الآن يعني في بنود العقد لا يحق للشركة رفع السعر الكيلوات الصعي دون الرجوع إلى المجالس المحلية خلال هذا الشهر أو الشهر الماضي رفعت شركة الكهرباء السعر من ليرتين وخمسة وثمانين قرش إلى ثلاث ليرات وخمسة وثمانين قرش دون الرجوع إلى المجالس المحلية المجالس المحلية بعضها رفع دعاوي عليها كون أن بأحد البنوث في العقد المجالس المحلية يحق لها رفع دعاوي أو أحد طرفين يحق له رفع الدعوة في المحاكمة التركية والمجلس المحلي هنا في مدينة العزاب قال بأنه هناك سبع دعاوي على شركة الطاقة الكهرباء لكن يردين ولم يستفد بشيء هنا المفارقة حتى تواصل أكثر من ذلك تصل إلى الولاية التركية ولاية كلها المسؤولة عن المشرفة على مدينة العزاب حتى الآن حتى الولاية لم توقف على اختار الجديد وبالتالي الشركة تعمل ربما هناك أيدي قطية أكبر من الشركة وأكبر من المجالس المحلية وحتى الولاية لذلك ما زالت مستمرة في العمل في ريف حلب الشمال والشرقي دون حسيب أو رقيب هناك محاولات من المجالس المحلية ولكن جميعها باءت بالفشل ومستمرة الشركة في تنظية كما يحلون أشكرك كثيرا محمد نور مراسلنا من عزاز إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقات لمشامل إلى اللقاء اشتركوا في القناة